السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم متابعين الكرام من جديد فيديو النهاردة مهم جداً لأي حد شغال في مجال الدكور خصوصاً الرسمين وطبعاً أشياء اللي أحبب منهم أنه يعمل شغل مميز أو أنه يطور في شغله في البداية مكان العامل يطلب مننا أننا نعمل شغل نحت أو بارز كنا نخاف شوية ونفضل نفكر إزاي هنطلع الشغل ده بشكل حلو ويعجب الناس اللي هتتفرج عليه خصوصاً لو كان الشغل اللي احنا نعمله فيه تفاصيل النهاردة إن شاء الله أنا جايب لكم فكرة روعة وتمان سهلة لشغل بارز على الحيطة يلا بين نشوف الفكرة في البداية إحنا فكرتنا نارضة إزاي إن إحنا نعمل ورق العنب أو أي ورق شجر فيه تفاصيل إزاي نعمله بمنتغة البساطة إحنا هنجيب ورق طبيعي أو ورق بلاستيك كمان ممكن بأسطن بسابتة معانا والخامة الأساسية اللي هنشتغل بها هي الجبس فكرة الجبس طبعا إن إحنا بنحط المية وبنفضل نفرفد الجبس كده وننزله بحيث إن ما يبقاش فيه جبس ما نخلوش مية في النهاية ونسيبه على وضعه كده عشان إن إحنا نسيب الجبس كده ما نقلبوش ده بيقلل فترة الجفاف شوية معانع بحيث إن إحنا ناخد راحتنا في الشغل طيب أنا جبت أي حاجة بس عشان أعمل تقوس للورقة أو إن إحنا تاخد وضع ما تبقاش مستقيمة كده عشان تبقى فيها تبقى طبيعية شوية وهبدأ السطح الورقة ظاهر فيها العروق أبدأ أحط عليها الجبس على الورقة بالكامل بالشكل اللي إحنا شايفينه ده هحط طبقة خفيفة جدا لأن أنا لسه هزود تاني عشان أنزقها على الحيطة فمش ما فيش داعي إن أنا أكتر الحجم طبعا الورق اللي لقيته متاح عندي الحجم الكبير كل ما يكون حجم الورق أصغر كل ما يكون أفضل إلا وأنا بعمل منظر مثلا ضخم شوية فمحتاج فيه أوراق كبيرة فيه ورق شجر كبير جدا بيعطي تفاصيل قمة في الجمال وقمة في الروعة المهم أنا حطيت الجبس وطبعا سيبه وياخد راحته في النشافان يعني بتاع عشر دقيق مثلا أجهز ورقة والتانية والتالتة حسب الكمية اللي أنا محتاجها ولكن أفضل إن إحنا نعمل ورقتين مثلا بورقتين أو تلاتة بتلاتة لو أنا هعمل فرع كبير مثلا فيه ورق كتير بحيث إن أنا أحابب إن أنا ألزق الورق ده وهو لسه طري بحيث لو ورقك كسرت ودوارك جدا من الورقة تكسر مني عشان هي بتبرده ما بتبقاش وصلت لمرحلة الجفاف قوي وفي نفس الوقت بتكون هي ضعيفة لأن السمكة اللي إحنا حطينها ما فيش يعني اثنين ميلي تلاتة ميلي فمش مساعدة أصلا إن هي تبقى متماسكة فهعمل جزء بجزء كده ورقتين أو تلاتة وأول ما حس إن الجبس بدأ يمسك أو يربط أنا إما أحط عليه شوية جبس طري شوية تاني والزق على الجدار على طول أو إن أنا هو نفسه أقلبه على النحية اللي فيها الجبس دي وأحط عليه مثلا شوية جبس طري وابدأ إن أنا أضمن إن السطح اللي تحت يبقى سايل يعني الورقة دي لو أنا أقلبتها دلوقتي والجبس لسا طري هتعطيني سطح مستوي من الأسفل أما جاسبتها على الحيطة ما يبقاش عندي مشكلة في حاجة دي فكرة إن أنا أقلب الورقة وهي لسا طري أنا طبعا فاض معها شوية جبس فأقول تجهز الورقة دي بزيادة شوية بالشكل ده كده تاخد راحتها برضو في النشفان وأنا أشتغل في الورقة التاني أبدأ أجهزه عشان أسبته على الحيط طبعا دي دي ورقة اللي نشفت هبدأ بالراحة كده أشيل الورق بقى خلاص مش محتاجه تاني طبعا لو أنا جبت الورق ده الورد أو الورق ده جبته بلاستيك شايفين يا جماعة التفاصيل بتطلع تفاصيل سبحان الخالق يعني لو قعدنا ننحت فيها ثلاث شهور مش هنطلعها بالتفاصيل دي وبالدقة دي طبعا هتحتاج مني تنظيف بقى الأطراف وإن أنا زبطها وإديها شكل الورقة الخارجي دي زي ما قلتلك الي الساطرية هي وأنا هقلبها بحيث إن هي تتثبت على الجدار مباشرة وبحاول الأطراف أسحبها على نهاية الورقة على الأرض بحيث إن هي لما تثبت على الحيطة ما يبقاش فيه فراغات تحتها طبعا حسب الرغبة وحسب الشكل اللي أنا بعمله يعني الطريقة دي بتتحلي أصلا إن أنا أعمل تكسيم وأعمل حاجات بارزة شوية وحاجات متدخلة مع بعضها بالشكل دا كده يعني الورقة بكسرت ما عنديش أي مشكلة أنا بس أحط تحتها جبس سايب جدا يعني لسة مقلبه بالشكل دا كده وهقلبها عليها وسبتها الشروخ اللي حصلت فيها دي أو الكسر هيبدأ يلتأم ويتماسك بالطريقة دي منها إن أنا بقويها شوية وفي نفس الوقت إن أنا خلاص ضمنت إن هي السطح اللي في الأطراف وفي الأسفل بقى مستوي سهل إن أنا أثبته على الجدار الطريقة عايزة صبر شوية ولكن نتيجة الشغل بصراحة يعني أنا يمكن دلوقتي ما فيش عندي الإمكانيات اللي هي تساعدني والمكان كمان مش مساعدني ولكن أنا حبيت أوصل الفكرة فكرة رائعة جدا وهتوفر عليك كتير كتير جدا وهتفرق كمان في نتيجة الشغل كده تقريبا الورق ده يعني في خلال عشر دقايق أو أقل هبدأ إن أنا أحركه من المكان وشيل الورق الأخضر وأبدأ أثبته مباشرة على الجدار عشان أبدأ أعمل الشكل اللي مطلوب مني سواء هو مثلا فرع ورق عنب أو إن أنا برسم بعمل جدارية ومحتاج إن أنا الورق ده هيكمل في الشغل معايا هبدأ خلاص أنا كده ما عنديش أي مشكلة إلا إن أنا أجهز الورق بالكمية والعدد المطلوب وزي ما قالت لكم كل ما يكون حجم الورق ده أصغر كل ما يبان فيه التفاصيل أكتر ويبقى سهل كمان في التنفيذ اخترت مكان في الجدار زي ما احنا شايفين فيه شروخ وفي نفس الوقت مش مزبط فمحتاج إن أنا أعالجه بالشغل ده طبعا بجيب الورق اللي أنا جهزتها قبل شوية وبحط على ظهرها شوية جبس سايل جدا مية لما بتحط عليها هو أوتوماتيك بيبدأ يربط شوية ببقى سهل إن هو تماسك وزي ما شوفنا كده بالضبط هضغطها على الحيطة وحاول إن أنا ما حركش اللي حركتين في الأول كده وبعدين أثبت هي بقى بتبدأ تتماسك طبعا معجن بقى وقفل الحروف وباستخدام دفر الناحط والتشكيل بقى أبدأ أزبط الأطراف عندي ويا سلام كمان لو سبت الجبس ده لما ينشف خالص سهل جدا إن أنا أصنفر فيه وأعمل تفاصيل وأظهر التفاصيل اللي من الظهرة معايا الفكرة دي برضو إن والورقة للسطرية أنا برضو ضغطتها على الحيطة وبعدين هشيل الورقة دي ما فيش فيها أي مشكلة ميزة الشغل اللي هي ما بتثبتش أصلا ما بتلزقش فيه فبيكون سهل جدا إن أنا أفصل بحب دايما أشغل أدخل في شغل البارز العجينة دي أو الطين الأسوانلي اللي سهل جدا في التشكيل عشان أعمل به الفروع الفروع دي الميزة فيها إن أنا بمشيها يعني شايفين مثلا هنا شرخة وتعلى الشمال كده سهل جدا إن أنا مشي الفرع معاه وأبدأ أعمل فروع رفيعة فروع تخينة وهكذا لحد مشكل الجدار بالشكل اللي أنا أريده الطبع الأولى طبعا بلاستيك ولازم يكون ممكن الأول وش يكون مط و اللي بعده يكون لامع يعني الأفضل إن هي تاخد وشين أو ثلاثة حسب المتاح طبعا عندك هبدأ أنا أعمل لها أديرها البلاستيك بيوحد لي بقى الشغله وبيداري العيوب اللي موجودة طبعا بعد ما صنفرته ونضفته وحاولت أزبط أطراف الورق أهتم طبعا إن كل التفاصيل واللي موجودة إن هي تاخد بلاستيك بحيث إن هي ما يعلقش فيها اللون وأنا بأكسد لأن أحيانا وأنا بشطب محتاج إن اللون يكون غامق محتاج إن يكون فاتح لو محتاج إن هو يكون فاتح لازم تكون كلها واخدة كويس جدا بلاستيك ما تقع عشان ما فيش حاجة تمتص الألوان لأن أنا ها أكسد الأكسيدي طبعا محتاج للبطانة اللي تحت وتكون لامعة خلاص أنا كده ادت لها الوش اللامع شوية هتنشاف وأعطيها وش تاني يكون أفتح شوية بالشكل ده كده هبدأ دلوقتي موضوع الأكسيدي أجهز اللون ألوان زيت اللي تكلمنا عليها قبل كده كتير وهبدأ أرمي الألوان بشكل متناسق أو أزعها على المكان كله ولازم كل التخزيق والتفاصيل اللي موجودة في الرسمة تاخد لون معايا ما ينفعش أكسل أبدا يعني الفرشة اللي معاها سغيرة شوية محتاج فرشة تكون شديدة وكبيرة شوية عشان تكون سهلة في إن هي أضمن إن كل الأماكن أخدت لون بالشكل ده كده أحيانا نخلي اللون سايل شوية وأحيانا نخليه متماسك حسب الرغبة كده أنا أتأكدت إن ما فيش أي مكان ما أخدش لون الخطوة اللي بعد كده اللي هو نظام التبتين همسح العالي عشان يظهر لي تفاصيل الورقة منتهى البساطة بدأت تفاصيل الورقة تظهر معايا بالشكل ده كده وهخف الأرضية زي ما قلت قبل شوية الشغل أنا لي مطلق الحرية أو العميل حسب طلبه محتاج الشغل غامق محتاج الشغل فاتح بتحكم طبعا في الكلام ده بمسح بزيادة بأكد تاني على الشغل ما عنديش أي مشكلة في الموضوع ده المهم من الشكل اللي أنا شايفه ده هو ده اللي أنا عايز أوصله إن أنا قدرت أعمل شكل لو أنا بنحت فيه أقسم بالله ممكن يعني عشان أطلع تفاصيل الورقة بالشكل ده بيحتاج مني بالزبط يومين كاملين عشان أطلع تفاصيل الورقة والفروع وكمان مش هطلعها بالدقة دي لأن انت كده سبحان الله عملت الشكل اللي فيه تفاصيل الورقة الطبيعية مية في المية طبعا أدخل لون زيتي أدخل لون أخضر أخليها على درجات البني حسب المكان وحسب الستايل المكان كالعادة دي عينة مش مش في شغل مطلوب ولا حاجة أتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل الفكرة واتمنى ان يكون الناس قدرت تستفيد جميل جدا ان انت تنفذ الشغل لو تطبقه في كل مكان انت بيتطلب منك الشغل البارز ودي كانت فكرة النهاردة ودرس النهاردة بصراحة النتيجة روعة وكمان محتاجة شوية بس تسجيطات وإمكانيات عشان الشغل يطلع على الوجه الأكمل